مرحبا إضافة إلى الخاصية font family التي رأيناها في الفيديو السابق لدينا خاصية أخرى مهمة هي font size وتسمح لنا الخاصية font size بتحديد حجم الخط المستخدم في صفحة الويب مثلا 16 pixels وكما سنلاحظ هنا لم يترى أي تغيير على هذه الصفحة كون الحجم 16 pixels هو حجم الخط الافتراضي عادة في متصفحات الويب ويمكننا التأكد بالتهاب إلى أضوات المطور قبل ذلك سأقوم أولا بإزالة الخاصية font size إذن inspect نذهب إلى computed ثم نؤشر على هذا الخيار show all ونبحث هنا عن الخاصية font size إذن بالفعل حجم الخط الافتراضي في هذا المتصفح هو 16 pixels كما هو الحال مع أغلب متصفحات الويب إذن نقوم بإغلاق أضوات المطور font size 16 pixels إذن باستخدامك لوحدة القياس البيكسلز فإنك تقوم بتحديد حجم الخط بدقة بمعنى أن نفس حجم الخط هذا على سطح المكتب سيكون هو نفسه الحجم على جهزة الموبايل مثلا حيث الشاشات الصغيرة وبالتالي قد لا تكون تجربة جيدة لكل المستخدمين لأن الحجم 16 pixels قد يكون ملائما بالنسبة للشاشات الكبيرة وجهزة سطح المكتب لكن قد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للشاشات الصغيرة وتحديدا جهزة الموبايل إذن من المهم جدا معرفة أن وحدة القياس pixels هي وحدة ثابتة ونستخدم وحدة القياس البيكسلز عندما نريد تحديد الحجم بدقة وإضافة إلى وحدة القياس البيكسلز لدينا وحدات قياس أخرى منها ما هو ديناميكي مثل الوحدة EM إذن مثلا واحد EM يعني مرة واحدة حجم الخط بالنسبة للعنصر الأب والعنصر الأب بالنسبة للعنصر باضي هو HTML وكوننا لم نحدد حجم الخط بالنسبة للعنصر HTML فإن هذه القيمة تكون نسبة إلى حجم الخط الافتراضي في متصفح الويب إذن واحد EM ببساطة تعني 16 بيكسلز إذن لن نرى أي تغيير على صفحة الويب 16 بيكسلز هي نفسها واحد EM طالما أن حجم الخط الافتراضي لمتصفح الويب هو 16 بيكسلز إذن مثلا واحد ونصف EM يعني مرة واحدة ونصف حجم الخط الافتراضي بالنسبة للعنصر الأب أو بالنسبة لحجم الخط الافتراضي في متصفح الويب إذن واحد EM يعني 16 بيكسلز زائد النصف وهو تمانية إذن واحد ونصف تساوي 24 بيكسلز في هذه الحالة إذن لن نرى أي تغيير على صفحة الويب و مثلا 32 بيكسلز ثاني 2 EM لكن ماذا لو قمنا بتغيير حجم الخط الافتراضي أو عفوا حجم الخط بالنسبة للعنصر HTML إذن مثلا فونت سايز 14 بيكسلز بدلا من 16 إذن في هذه الحالة واحد EM يعني 14 بيكسلز لأن هذه القيمة تكون نسبة إلى العنصر الأب إذن 14 بيكسلز هي في هذه الحالة واحد EM اثنين EM 14 زائد 14 يساوي 28 إذن جوج EM هي 28 بيكسلز نفس الشيء لم يتغيير حجم الخط في الصفحة ومن الوحدات الأخرى الديناميكية إضافة إلى الوحدة EM لدينا واحد REM وR أو الحرف R هنا يعني ROOT ELEMENT والROOT ELEMENT أو العنصر الجدر هو دائما HTML هو الطوب أو العنصر الأعلى في مستندات HTML إذن عند استخدام واحدة القياس REM فالقيمة تكون نسبة أو نسبية إلى العنصر الجدر HTML عكس الوحدة EM التي تكون أولا نسبة إلى العنصر الأب إذن واحد REM هي في هذه الحالة 14 بيكسلز إذن من المهم جدا تذكر أن وحدة REM تكون نسبية إلى العنصر الجدر HTML إذن بينما الوحدة EM تكون نسبية إلى العنصر الأب وإذا لم يتم تحديد حجم الخط بالنسبة للعنصر الأب فستكون نسبية إلى حجم الخط الافتراضي في متصفح الويب وإضافة إلى الوحدات الديناميكية EM و REM لدينا أيضا النسبة المئوية مثلا 100% تعني 100% من حجم الخط بالنسبة للعنصر الأب وهو في هذه الحالة ببساطة أيضا 16 بيكسلز لكن لو كان حجم الخط الافتراضي في متصفح الويب مثلا 20 بيكسلز ف100% ستعني 20 بيكسلز و150% مثلا يعني 1.5 EM أو 24 بيكسلز ومن الطرق الأخرى التي يمكننا بواسطتها تحديد الخاصية فونتصايز هي باستخدام الكلمات المفتاحية بعض هذه الكلمات المفتاحية يمثل أحجاما مطلقة مثلا إذا قمنا باستخدام الكلمة المفتاحية ميديوم وقبل ميديوم نغير مثلا إلى 16 بيكسلز سأقوم بإزالة هذه القائدة الخاصة ب HTML إذا إذا غيرنا 16 بيكسلز إلى ميديوم لم نرى أي تغير على مستوى صفحة الويب لأن هذه الكلمة المفتاحية ميديوم تكون بناء على حجم الخط الإفتراضي في متصفح الويب لذلك ميديوم في هذه الحالة هي 16 بيكسلز وبدلا من ميديوم يمكننا استخدام مثلا إكس سمول إكس إكس سمول لارج إكس لارج إذا من المهم جدا معرفة أنه باستخدامك لهذه الأحجام المطلقة فإن حجم الخط يكون بناء على حجم الخط الإفتراضي في متصفح الويب وبدلا من هذه الكلمات المفتاحية التي تمثل الأحجام المطلقة يمكننا استخدام الأحجام النسبية مثلا الكلمة المفتاحية لارجر أي نسخة أكبر من حجم الخط بالنسبة للعنصر على أب أو سمولر إذن هذه الأحجام النسبية تكون نسبية إلى حجم الخط بالنسبة للعنصر على أب إذن كما تبعنا من خلال الأمثلة يمكننا تحديد حجم الخط باستخدام الكلمات المفتاحية التي تمثل الأحجام المطلقة absolute size وأيضا الأحجام النسبية relative size كما رأينا استخدام وحدات القياس الثابتة مثل البيكسل وأيضا بات وحدات القياس الديناميكية مثل EM, RIM وأيضا تحديد حجم الخط باستخدام النسبة المئوية % ومن القيم الأخرى التي يمكننا استخدامها هي ما يسمى بالقيم العامة global values مثل font size inherit initial report report layer unsit وسأتحدث بشيء من التفصيل عن هذه القيم العامة global values في فيديوهات قادمة إن شاء الله وقبل إنهاء هذا الفيديو أود الإشارة إلى أن هناك العديد من وحدات القياس الأخرى فقط حتى تعرف أنها هناك إذن عندما يتعلق الأمر بوحدات القياس فهناك في الواقع العديد من وحدات القياس مثلا يمكننا استخدام حتى السنتيمتر واحد هنا واحد سنتيمتر يمكننا استخدام ال inches IN يمكننا استخدام واحدة قياس تسمى البيكسل 1 PC يمكننا استخدام النقاط 1 PT أو Points طبعا تقريبا ال Points هي مثل البيكسل إذن 16 Points يمكننا استخدام viewport width VH أو VW يمكننا استخدام واحدة قياس CH ويمكنك الإطلاع على المزيد من وحدات القياس في صفحة MTN التالية إذن يمكنك معرفة المزيد عن وحدات القياس في صفحة CCS Values & Units في موقع MTN إذن هنا وحدات القياس سنتيمتر المليمتر كورتر مليمتر إلى آخره من وحدات القياس إذن أكتفي عند هذه الحدوى إلى فيديو قادم إن شاء الله أراكم لاحقا إذن موسيقى